تواصلت فعليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد والتي مدت وزارة الداخلية فعليتها اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر لمدة شهر كامل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح سيسي وسيتم توسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ والمشاركة في المبادرة لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة في إطار نجاحات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية في تخفيف العباء عن كاهل المواطنين قررت وزارة الداخلية مدى فعليات المرحلة السادسة والعشرين من المبادرة اعتبارا من الأول من أكتوبر ولمدة شهر بهدف توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مسئلاتها بالأسواق وبجودة عالية بفضل الله ثم بفضل الرئيس السيسي عايشين في أمان وسط المؤامرات اللي حوالينا والظروف الاقتصادية الصعبة لكن برضو في نفس الوقت عايشين الحمد لله في أمان والسلع متوفرة بأسعارها نقول عليها معقولة المنتجات موجودة والمواد الغذائية موجودة المتوفرة نقدر نستخدمها نجيبها في أي وقت هذه المرحلة من المبادرة تشهد مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية وأصحاب المصانع حيث تشهد مشاركة 2212 منفاذا وأربع معارض رئيسية بمختلف المحافظات موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت لسهولة وصول المواطنين إليها والاستفادة من التخفيضات التي تصل نسباتها إلى 40% لتلبيات احتياجاتهم ومتطلباتهم من مختلف أنواع السلع التي تتوافر في المبادرة أشكر طبعاً رئيس السيسي على المبادرة دي الموجودة في كل مكان في مصر وفعلاً فرأت بالنسبة للسعر وبالنسبة أن كل حاجة متوفرة وما فيش حاجة مش موجودة يعني والله إحنا نتمنى أنها تبدل على مدار السنة برضو دي حاجة حاجة كويسة لنا ألاقي المبادرة كلنا وان في بلاقيها سكذا مكان موجودة منتشر سكذا مكان تمام؟ وأنا طبعاً بشكر الرئيس على حاجة زي ذي إنه هو موجود أنه يوفر احتياجاتنا بأسعار كويسة مبادرة جميلة جداً من سيادة الرئيس فيها كل السلع متوفرة الحمد لله إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة التي تسمو في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية وبحرص وزارة الداخلية على استكمال ومد فعالياتها انطلاقاً من دورها الإنساني والمجتمعي في دعم المواطنين نشكر الرئيس على الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه وأن كل السلع موجودة وكل حاجة موجودة لين انت عايزوا بتلاقيه في أي وقت؟ ونشكر على المبادرات اللي هو بيعملها على طول دي لأن كل حاجة فعلاً موجودة احنا بنشكر الرئيس على هاتمه بينا وبهتمه بالناس وبقصة الوسط الغلابة اللي زينا وإحنا بنجي المبادرة بنلاقيها أرخص من بره بحاجات كتير وبنشتري من هنا على طول كل احتياجاتنا وبالتزامن مع المبادرة وصلت منظومة أمان توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذاً سابتاً ومتحركاً على مستوى الجمهورية موضحة على موقع وزارات الداخلية على الإنترنت مبادرة كلنا واحد مبادرة اجتماعية تؤكد من خلالها وزارات الداخلية حرصها على دعم الأسر المصرية وتخفيف العباء عنهم في ظل المتغيرات الدولية والمحلية التي تؤثر على أسعار السلع اشتركوا في القناة